في مجموع الفتاوى لابن تيمية لا عنه الله المجلد 21 الصفحة 523 يقول يعني جهزوا أنفسكم فتوى من شيخ الإسلام تدري شنو الفتوى تقول كلكم أنتم الآن طلعون مبتدعين كلكم في بيوتكم أنتم وزوجاتكم وأبنائكم كلكم مبتدعون لماذا؟ لأنه يقول بالنص غسل اللحم بدعة بدعة ليش تغسل اللحم فما زال الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسلين وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا ممنوع عليك تأخذ اللحم تغسله أنت مبتدع ما يصير حتى البكري يغسلون طبعا الكل يغسل يعني معظم الناس يغسلون معظم الناس يقول لا ممنوع بدعة هذا شوفوا الفقه بناء يعني خطأ هذا البناء خطأ أنه يقول ما زال الصحابة يفعلون كذا إذن يصير إذا واحد خالفهم يعني مبتدع هم ما كانوا يهتمون يغسلون ما يغسلون اللحم مثلا يطبخونه هكذا شنو صار إذا علينا إحنا أنه رحنا غسلنا اللحم وطبخناه شنو صار يعني لا يوجد نهي شرعي عن ذلك حتى نقول إن من ارتكب هذا فهو مبتدع هذا يدلك على أن هذا الذي يسمونه شيخ الإسلام على أدنى تقدير غبي ما فاهم قوام البدعة ما هو كيف تتحقق البدعة شرعا أما الطرفة الأخيرة فهي طرفة معاصرة في كتاب فتاوى علماء البلد الحرام هذا كتاب أسئلة وأجوبة من فتاوى علمائهم هناك سؤال طريف يقول أخبرني أحد القراء أن أحد الأشخاص عاين سيارته شون يعني عاين سيارته يعني أصابها بالعين أصابها عين حسده أصابها بالعين فطلب القارئ من العائن أن يتوضأ وبعد ذلك قام هو فأخذ هذا الماء ووضعه في رادياتر السيارة فتحركت السيارة وكأنها لم يكن بها شيء شايفين كرامة أحسن من هالشكل أي فما حكم عمله هذا لأن الذي أعرفه في السنة هو أخذ غسول العائن في حالة إصابته لشخص آخر الجواب بعد البسمة والحمد والمدرشن يقولون فتاوى علماء البلد الحرام لا بأس بذلك فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارات والوحوش ونحوها وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوئه أو غسله أو غسله أو غسل أحد أعضائه على الداب ومثلها السيارة ونحوها ووضعه في الرادياتر مفيد إن شاء الله فهذا ووضعه في الرادياتر مفيد بإذن الله فهذا علاج مثل هذه الإصابة هذا العلاج لقول النبي صلى الله عليه وآله وإذا استغسلتم فاغسلوا والقصص والوقائع في ذلك مشهورة والله أعلم بعد ما أدري أم يقولون يقولون هذه قصص وقائع مشهورة بعد يشوف لا يصب في مكان معين يصب في مكان البنزين هذه عندي سيارة وما أدراك هذه السيارة كثير من الأخوة هنا وعندنا متخصصون في الميكانيك وكذا دائما يجون يقولون يقولون هذي شلون تمشي سيارة قديمة مكسرة تمشي على الآن تاير واحد قوة دفع تاير واحد لأن الثاني مكسور فما يعني بس رابطي هالشكل يعني كم مرة يعني يصرون علي بدل السيارة بدل السيارة أقول لا ما أبدلها سيارة مطعطعة بس زينة بالنسبة لي ايه إن شاء الله مبروك بس لازم كل عشر تيام لازم حسين يروح يخلي فيها ماء جديد بالرادياتر حتى تمشي ولا خلص تخرب علينا عد ما عرفوا السر يسئلوني دائما هاي شلون تمشي وما عرفتم السر شايف لي واحد شيخ بكري مسوي رقية شرعية لسيارتي عرفتوا شلون ورايح تافل تفلة بالرادياتر فصائل خلص ماشي شكرا 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 اشتركوا في القناة